ده برونو سافيو اللاعب الوحيد اللي جي ومشي من غير ما نعرف هو جامد ولا تعبان بعض الناس بتشوفوا لعب تعبان وفاشل ومقدمش حاجة وبعض الناس التانية بتشوف انه هو صفقة نجحة وانه لمساته مميزة وانه قرار رحيله ما كانش فني ولكن لاسباب ادارية لانه كان السبب في فشل صفقة المهاجم البرازيلي وقال له ما تجيش الاهلي مرتبي بيتأخر وفيه مشكلة مستمرة في الدولارات لعب لعب قبل الاهلي مع 16 نادي ومحقاش ولا بطولة ولما جي الاهلي بعد مرور بس خمس مطشاط فاز بأول بطولة فيه تاريخه على حساب الزمالك اللي كانت بطولة السوبر على حساب الزمالك وسجل هدف قال عنه انه واحد من افضل اهدافه في مسارته في مرمى الزمالك وقدم في المباراة دي مستوى مبهر وكان متقلق وقدم اوراق اعتماده على حساب الزمالك قدمت اوراق اعتمادك يا برونو قدمت اوراق اعتمادك لك في يوم 13 تسعة موسم 2022 النادي الاهلي بيعلن التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو سافيو قادما من نادي بوليفار البوليفي نفس النادي اللي ساندونز جاب منه سيرينو وخسر الدنيا معاه صفقة سافيو وقتها عملت ضغجة جماهيرية كبيرة جدا والكل كان منبهر بيها الجماهير والاعلام والسوشيال ميديا راجل برازيلي نجم فرقته بيسجل اهداف مميزة ومدربه قال عليه هدف ويجيد اللاعب في ثلاث مراكز وقال عنه كمان لعب رائع ويمتلك شخصية ويمتلك رغبة في تسجيل الاهداف في اول مباراة لبرونو سافيو قدم مستوى مبشر جدا بالرغب من عدم تأقلمه اللي كان واضح واللي كان طبيعي بسبب ان دي اول مباراة بس كان واضح كمان انه لاعب بيمتلك مهارة عالية وبيقدر انه هو يروغ في المساحات الدايقة وبيلعب السهل ومش اناني ومميز في لعب الرأسيات ووقتها كان مباشر ومقنع بنسبة كبيرة حتى معلق المباراة التونسي اللي ماولوش علاقة اصلا بالموضوع كان معجب باداؤه بعدها بدأ يتمل الاعتماد على برونو بشكل اكبر في اكتر من مركز شوية جناح وشوية صنع العاب ولكن مركزه الاساسي اللي كان جاي عليه هو مركز صنع الالعاب وبيتحول لمهاجم تاني او مهاجم واهمي وده المركز اللي لما لعب فيه مع الاهلي كان متقلق وكان بيطبق نفس النموذج اللي كان بيعمله مع بوليفار واهم المباراة اللي لعب فيها في المركز ده مباراة السوبر قدام الزمالك دايما هتلاقيه في المباراة دي متواجد في مركز المهاجم الوهمي وبيطلب الكورة عايزك تشوف هنا لو كان السلية الدهاله كانت هتبقى هجمة خطيرة جدا يا اما كان هيكمل ويروح يا اما هيلعبها للراجل ده وهنا برضو لو كان احمد عبدالقادر الدهاله كانت هتبقى خطيرة جدا حتى عايزك تشوف رد فعله سواء وهو بيصوت عشان السلية الدهاله وسواء بعد ما زعل جدا ان عبدالقادر ما لعبها لوش ومن المباراة برضو اللي شارك فيها كصانع العاب بيتحول لمهاجم واهمي كانت مباراة طلاع الجيش عايزك تشوف ازاي وهو مش معاك كرة بيسرق نفسه ووقف كمهاجم واهمي وصنع وقتها ده فين وكان مميز جدا وفاز كمان بلعب الجولة الخمسة ومباراة الجولة اللي بعدها كانت اخر مباراة شارك فيها في نفس المركز ده قدام غزل المحلة شوف ازاي جاي من نص الملعب يضغط ورا المهاجم وازاي عموما بيتحرك من نص الملعب وبيتحول لمهاجم واهمي وبيبقى موجود في التمنتاشر وسجل وقتها هدف وسجل بعدها بشوية هدف تاني بس كان تسلل برونو سافيو بعد الفترة الجيدة دي خد له كم مباراة كأنه حرفيا تحسه مش موجود في الملعب بعدها اصابة بعدها بعض الاخبار اللي بتقول ان فيه خلافات بينه وبين الادارة واخبار تانية بتقول ان فيه عدم اقتناع فني بيه من مارسل كولر سافيو لعب مع الاهلي 18 مباراة سجل هدفين وعمل 3 اسست وفاز 4 بطولات كاس السوبر المصري مرتين وكاس مصر ودبر أبطال أفراقيا فاخر حاجة عايز اعرف رأيك في برونو سافيو وهل بتشوفه لعب فاشل وكويس انه مشي ولا بتشوفه لعب كويس وكان يستحق فرصة وانه يكمل مع الاهلي وما تنساش تعمل لايك وشير وتقول لي عايز مرخص عن مين وما تنساش كمان تعمل فولو سبسكراب على اليوتيوب واشوفك في فيديو جديد